بشكل عام النهاردة شفت المباراة زي بشكل عام شفت المباراة ان هي امتداد لسلسلة حصلت الزمالك عمل خطأ كبير اسوريو عمل خطأ كبير وما تلا من اخطاء هو نتيجة الخطأ ده خطأ الزمالك الكبير هو فترة الاعداد اللي الزمالك عملها قصيرة جدا اللي اسوريو قالك زي السيتي 12 يوم وحاجة كده يعني غريبة جدا انا بكره شوف انا كل شئ قرارة قررتها معك كريم زكري وقررتها في الانترو وحاجرها معك انا بكره فكرة التشبيه بقره يا عمي يا سيدي انا حكي لك موقف كتب انساء انساء ما تفقش عني تاني الغي الاشتراك مرة 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 زمالك كان بيلاعب الاهلي اللقاء الدور الاول 2010-2011 كان ساعته برشلونة قبلها بيعمل كلاسيكوم على الان بديد واول مرة بقى يعمل الفولس ناين بتاعة نيسي فكابتل حسام جي في المباراة جاب محمد ابراهيم لعبه فيرويد وكان المساك الاي الاساسي واقي الجمعة فبرشلونة بسكوا الكرة برشلونة بفرقة تمسكوا الكرة تسعة وصعيف في الماء من المباراة ويعتمد بقى والناس بتتحركوا كابتل حسام كان وقتها بعتمد محمد جافر ويعمل له كورة طويلة فجاب محمد ابراهيم لعبه راس حربا اللي هو الواهمي ده الفولس ناين وبلعب له كورة طويلة على واقي الجمعة فأحد يعني مشجعيني الزمالك بعتلين ارسالها بما ان احنا كلها منحب برشلونة يعني ويقول له دي خربت برشلونة بتاعكم مش عايز اعرفكم تانين تب برشلونة بالزبط كده مهاجش دعوة مهاجش دعوة ده ميسي ده يعني محمد ابراهيم لعب عظيم ومهاجم بس مهاجش دعوة برضه بالزبط يعني بتلعب لكورة طويلة يعني فهي الفكرة فخلينا نقول ان الزمالك عمل خطأ كبير جدا ممكن يكون الخطأ لأسبابه اللي هو ايه الزمالك كان في فوضى كبيرة جدا صح بعد البرطولة العربية صح فممكن سوريو عنده احساس عدم القدرة على السيطرة على العناصر فريقه لو بدأ بهم اعداد من بدري صح يعني الناس بدأت في الزمالك لما قرروا ان ادارة الزمالك مش هتدفع غرامة سبورتينجلشبونة واخدت الفلوس ادت اللعيبها 50% مش عارف ايه فبدأت اللعيبها تبقى تمام والاجانب ما اخدوش فلسه الاجانب هتلاقي الاجانب اقل ناس بتشارك قوي وكلام يعني بدأت اللعيبها تستجيب شوية لما بدأوا يحسوا وحتى بتطلعوا وعود ساعات من المرشحين لان حنبقى نديكم مستحقاتكم وبس الانتخابات تخلص انما ما قبل المرحلة بتاعت ان بقى في وعود صريحة او في شوية فلوس توزعت كان الموضوع ممكن يكون كان فوضى فممكن اسوري وقتها اختار ان احنا قاعد هو عاد يهرب من المشكلة ويأجل فيها بس دي ناتجتلي مشكلة بقى هي اعتقد سبب من اسباب اللي الزمالك فيه اللي هو انت مش عامل فترة اعداد كويسة تحس ان الزمالك بتكمل فترة اعداده في الدول اللي بيحصل ده اشبه وفترة اعداد اللي هو انت بتجرب اللعبة كلها بتديها فرص بتلعب مباريات كذا بتدي عايز تدي كله فرص وعارق وما انتش واصق ان لعبتك قاعدة تديك مستوى بدني جاي على فكرة هو بيعتمد على مين على العمل اللي كانت في معسكرات المنتخب الاولمبيا والمنتخب الاول صح هم دول اللي بيدونهم وقت كبير على امل ان هم يكونوا جاهزين وكذا ولكن المستوى الفني مش افضل شيء اشتركوا في القناة